الضلع الأول بعد قاعدة الهرم اللي هي الأمان الاهتمام المرأة لو حست أن ما فيش اهتمام بتحس أن هي حاجة غريبة جدا والله في التحليلات عندنا المرأة لما تفقد الاهتمام عند جزء بتحس أن هي ما بقتش أنسة آه والله والراجل لما يفقد الاهتمام عند زوجته يقول لها أنت ليه محسسان أن أنا مش راجل هو إيه اللي حصل عارفين إيه اللي مشكلة الإهمال عارفين إيه مشكلة الإهمال وعدم الاهتمام أنه بتفقد الإنسان هويته بيفقد الإنسان الهوية بتاعته فلما يفقد الإنسان هويته يحصل إيه يحصل أنه يبقى إنسان مختلف أنا شفت الناس بسبب الإهمال يتبادلوا يتبادلوا يعنيه بقوا أشخاص آخرين بسبب إيه شعوروا بالغربة في وسط المكان اللي هو الآمن فيه لتسكنوا إليها عيوة مش حاسس بالسكن وهي مش حاسة بالحنية والأمان والطمأنينة فيبتدوا هم يبقوا أشخاص آخرين ويقولوا أن زوجتي دي كانت بدلت ما أنت أهملتها لغاية ما دبلت لغاية ما ضاعت تعالوا نشوف الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نقدر نتجاوز ده أول إجراء لازم يرجع تاني الحوار لازم نتحاور مع بعض على الأقل نصف ساعة كل يوم من غير ما نتكلم عن أي حاجة في الماضي لأن الماضي هيقلب علينا المواجهة نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة لازم أهتم بتفاصيل إن أنا أعرف شخصية زوجتي وهتم إن أنا أعرف شخصية زوجي وحتى لو إن أنا سمعت منه إن هو يتكلم عن شخصيته ولزيك في الأوقات اللي زي دي بنخلي فيه جهورات مع الكلام عن المستقبل والسعادة إن نسيب الشخص يتكلم عن نفسه وخلي بال حضراتكم إن الكلام عن الذات كلام أشبه بالكلام المقدس يعني إيه ما يجيش وهو واحد بيتكلم عن ذات وتقول له يا سلام بقى هو كده سيبه يتكلم هو دي سلطه عن نفسه ممكن بعد كده نعمل تغيير عشان نبقى أكثر ندوجا وأكثر معرفة بنفسنا بس سيبه يتكلم لأنه دوة الصورة اللي هو عايزك تشوفه بيها فسيبه يتكلم لأن دوة اللي بيقرب المسافات بينكم الأمر التاني لازم عشان نخرج من الأعمال ما عنديش فكرة الإهمال يكون معالجة الإهمال والاهتمام بالاهتمام إنه هو يكون بالكلام بس لازم نعمل عمل مشترك ولازم العمل مشترك ده يبقى فيه شقين عمل مشترك حياتي وعمل مشترك كمان يتعلق بعبادتنا بربنا يعني نعمل عمل مشترك حتى لو عنيلعب لعبها مع بعض حتى لو عنيلت مشى مع بعض لكن لازم يبقى فيه عمل مشترك بيجمعنا احنا الاتنين لأن ده الرابط اللي هيخلينا ما نرجعش للإهمال مرة تانية ويا سلام لو إن العمل المشترك ده بنعمله وإحنا حسين إنه فيه شغفنا ويكون كل واحد فينا بيحبه رابع حاجة بعد ما نعمل حاجة مشتركة لازم كل واحد فينا يبين للشخص الآخر إنه هو شايفه جميل فيا سلام لو إن كل واحد فينا يقول للتاني ويعبر للتاني عن امتنانه بإن ربنا أنعم عليه بنعمل شريك حياته ويطلع له ويمدح له أحسن ما فيه لازم نقول لبعض كلام حلو عن بعض لأننا لما نقول كلام حلو عن بعض عادي تشال الغشاوة ونبتدي نشوف بعض صح ونبتدي نشوف أجمل ما فينا واحد مراته طيبة فهو ما شايفها إن هي ما بتسعدهوش وما بتدلعوش لكن لما يقول لها أنت أكبر نعمة علي لأن أنا حاسس بالسكينة لأن أنت عمرك ما كنت خبيسة ولا كنت بتحب اللوع هو كمان هي كمان تقول له على فكرة أنا ممتنة لك إن أنت بتحميني وبتأميني الكلام ده عايساعدنا إن احنا نخرج أحسن ما فينا وإن احنا نزداد من نوجا ونزداد وعيا يا رب اجعل بيوتنا مليانة بالوعي وبالنضوج وجعلنا كمان دايما أمان وجمال ومحبة ومودة على أهلنا